أتوجه بهذا السؤال لدكتور يوسف دكتور يوسف ما رأيك محاولات الغنوشي الآن وإعلانه أن المجلس بحالة انعقاد دائم وما إلى ذلك هل ستنجح بإعادتهم إلى المشهد وإلى الصفوفة الأمامية من المشهد السياسي التونسي؟ أنا لو عندي من خلالك أخت لارة أن أسائل سيد الغنوشي الذي أعرفه شخصيا أنا درست سنة سبعين معه في معهد من معهد في القيروان أسأل سؤال واحد غير الأسئلة التي سألها الأخ الآن في بريز وغير الأسئلة التي ربما أخ حسان والتي سألها سيد البحر العرفوي سؤالات بسيطة جدا في الزمن السياسي الزمن السياسي هو اللي جعل المجلس التأسيسي يبقى ثلاث سنين عوض عام وغضب الشعب التونسي واستاء من تضيع الوقت هذين ثم هو اللي منذ سبع سنوات الدستور يحتم عليه أن يقيم المحكمة الدستورية فلم يقمها وعندما أراد أن يزيح الرئيس نادى بإقامتها وجهد على إقامتها هو الذي زج بتونس في قضية الديون هذه بإدخال مئتين ألف مئتين ألف موظف في الزوظيفة العمومية هذا بتصريح الوزير الأول سلاحبي بالصيد في البرلمان عندما أجبر على أن ينطع لذلك الأشياء الكبيرة السياسيا لا أدخل في اتهامات أو شبهات قضائية ولا حاجة أنا ليس من دوري وليس من دوري أحد منه أن يتهمه بشبهات قضائية لكن على الأقل المواقف السياسية تدل على أن الإيقاع السياسي لا مقارن بينه وبين الإيقاع منذ شهرين الذي بادر به قيس صعيد والذي بادر به قيس صعيد عن دراسة للميدان ميدان إحنا يوم 25 جولي عندما جاءت مظاهرات ننظر إلى التلفزيون ونقول والله حاول بردو قليل من الناس جاء قول ثم تكاثرت الناس ثم في سوسة مصب كامل بتاع جماهير ثم في طوزر ثم في جابس في الجنوب في الشرق في الغرب بتاع تونس خامت انتفاضة لم يكن لقيس صعيد ان يبالغ فيها او ان يؤثر على وجود هذه الناس ثم اتجهوا كلهم كلهم بنظام يعني بدون عنف كبير الى مقارات النهضة هذا الكل ما يعطيش درس لماذا هذا الكل ما يعطيش درس وهنا سؤالي للغنوشي ما يعطيش درس بانهم فشلوا وان الاسلام السياسي الذي اعتمد على الميتافيزيقة اعتمد على انه الله يحكم في كل شي طبعا الله يحكم في كل شي يعني في الموت في الحياة في الاعاصير في الزلازل في كل شي يحكم في كل اما الله قال شي مهم جدا ينسوه الناس نساء الخلفاء بكل والرؤساء والاسلام السياسي باستفاعة ما نساء هو انه امرنا شورى بيننا بيننا يعني بين البشر انه الله ما عنده داخل الله ما عنده دخل لأنه قالنا أنه أمركم شورى بينكم ولكن دكتور قرار تمديد الإجراءات الاستثنائية اللي أعلن عنها الرئيس سعيد دفعت بعض معارضيه إلى اتخاذ ربما مواقف أقل تأييد أو الاندمام إلى معسكرات مجابهة لمعسكر قيس سعيد لأنه اعتبروا فيها نوع من استفراد الرئيس بالحكم وتحكموا بأسلطات التنفيذية والتشريعية ألا يضعف هذا موقف الرئيس سعيد برأيك؟ الشعب التونسي وأنا من الشعب التونسي أنا كإنسان موجه لي السؤال هدايا والملاحظة هذه انتظرت عشر سنوات بدون أن أزج البلد في الانقسامات عشر سنوات يعني الشعب التونسي أتحدى مرة أخرى النهضة التي حكمت هذه السنوات العشر على إنجاز واحد على جسر واحد على طريق واحد أنا جزيته من ناحية هذه وأنتحدى أنه صوتت على ميزانية لأجل استثمار في البلد ولا واحد ولا إلا قوانين لكي تأخذ الحكم لها هي لكن أنا أنتظر بعد التحرر هذا وبعد الانطلاق هذه 25 جويلة ليعتبرها من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين للوسط يعتبرها تحرر والشعب التونسي وأوضح في الشارع في الناس في المقاهي في دور السينما في كل مكان أظهر أنه انعتق أنه خرج أنه تنفس هذا لا يمكن أن ينازع فيه عالم في السوسيولوجيا وعالم في الاجتماع أنا أعتقد أنه هذا يدل على أنه لا بد لنا أن ننتظر شو شهرين بالنسبة للعشر سنوات اللي عاشهم الشعب التونسي شكرا